أيضاً البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية أشاد بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مشدداً على أنها حقاً بداية جديدة لبناء الإنسان المصري في جميع المجالات ويستحقها المجتمع المصري وهي مبادرة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة إنها حقاً بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ولبناء الإنسان في كفة المجالات هذه المبادرة مبادرة يستحقها المجتمع المصري وهي مبادرة بالحقيقة من أجل خير وتحقيق رؤية مصر في عام 2030 هذه المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل ويحوي كل المجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، فرص العمل المتنوعة، التكنولوجيا وأيضاً هذه المبادرة موجهة إلى الأطفال من خلال البرامج المتنوعة لهم وأيضاً موجهة إلى كبار السن متقدمين في مراحل مختلفة الشباب والرجال والنساء بحيث تشمل كل أطياف المجتمع المصري هذه البرامج تعتبر خطوة جيدة في المشروع القومي للتنمية البشرية لبناء قدرات الإنسان المصري ولذلك فنحن ندعو دائماً فنبدأ بدءاً حسناً وهذه البداية الحسنة تشمل كافة أنواع التطوير والإبداع والتجديد وكل هذه يمكن أن تساهم في بناء الإنسان المصري الحقيقة المبادرة ده هي تلازمة وضرورية وحيوية لبناء المجتمع المصري نحتاجها بشدة في كافة المجالات وأود أن أحيي كل الوزارات المعنية التي تشترك في إقامة هذه المبادرة في تنفيذها وتطبيقها على الأرض وأحيي كل الجهود المبزولة في هذا المجال البداية الجديدة مفرحة والبداية الجديدة مسمرة والبداية الجديدة مشجعة وأتمنى لكل القائمين على هذه المبادرة الإجتهاد والأمانة والإخلاص لكي ما تأتي بسمار تعم كل مجتمعاتنا المصرية بكل الأعمار في كل المجالات في كل المحافظات بحيث تكون بصورة نهضة ويقظة في المجتمع المصري بداية جديدة لبناء الإنسان المصري شكرا لكم بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية ترجمة نانسي قنقر